هذا ويوصل الألاف من الفلسطينيين السير على طريق صلاح الدين في غزة باتجاه الجنوب منذ أن طلبتهم إسرائيل بإخلاء الشمال أصبح البحث عن الأمان في قطاع غزة المحاصر أمر ميؤوس منه على نحو متزايد واصطحالة تشبه النزوح الجماعي نحو الجنوب هربا من القتال بين نكبتين يعيش أهالي غزة على طريق النزوح فمن لم يقتله القصف يطارده الموت جوعا حيث يخشى الفلسطينيون من حدوث نكبة جديدة على غرار كارثة التهجير الجماعي للفلسطينيين عام 1948 فالنزوح من شمال غزة لا يعني النجاة في ظل الحصار المشدد والقصف الإسرائيلي مع توغل الدبابات الإسرائيلية أكثر في قطاع غزة ويمشي الآلاف من الفلسطينيين على طريق صلاح الدين في غزة باتجاه الجنوب منذ أن طالبتهم إسرائيل بإخلاء الشمال وهو طريق الخروج الوحيد للمدنيين الفارين من القصف الإسرائيلي ويواصل فلسطينيون نزوحا جماعيا نحو الجنوب هربا من القتال لكن البحث عن الأمان في القطاع المحاصر أصبح أمرا ميؤوسا منه على نحو المتزايد ولا تزال حرب عام 1948 عندما فر الفلسطينيون أو طردوا من منازلهم محفورة في ذاكرتهم الجماعية حيث عبر الكثيرون عن مخاوفهم من أنهم إذا أجبروا على ترك منازلهم الآن فلن يسمح لهم بالعودة أبدا مثل أسلافهم من شمال غزة إلى جنوب القطاع المحاصر خاض مئات الآلاف من الفلسطينيين رحلة نزوح قاسية في ساحة حرب مستعرة على وقع دوي الرصاص وأصداء الانفجارات وتشير تقديرات أممية إلى أن الحرب على القطاع المحاصر أدت إلى نزوح نحو نصف مليون فلسطيني من أصل إثنين وثلاثة من عشر مليون نسمة ما تسبب بكوارث غذائية وصحية وبيئية